نحن ندعو الحقيقة كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء التسعة عدم التردد من الاتصال على رقم تسعمائة وتسعين أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة ومركز أمن والإدلاء بما يتوفر لديه من معلومات وأشرنا الحقيقة لأن من يوفر معلومات تؤدي للقبض عليهم ينطبق بحقه الأمر السامي الكريم الذي قضى بمنح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين تناغم في أهداف الخلايا الإرهابية التي أعلنت عنها السلطات السعودية ينطلق من الهدف الرئيسي لها بمختلف انتماءتها والذي يضع رجال الأمن أول هذه الأهداف عمليات سابقة استهدفت رجال الأمن في أكثر من مدينة سعودية كان أقساها العام الماضي تفجير مسجد قوات الطوارئ في عسير والذي نتج عنه استشهاد أحد عشر رجل أمن وإصابة ثلاثة وثلاثين عمليات فردية أخرى قام بها منتمون للتنظيمات المتطرفة استهدفت رجال الأمن من أقاربهم من بينها حادثة الشملي شمال المملكة حيث أقدم أحد المنتمين لتنظيم داعش على قتل ابن عمه المنظم حديثا إلى القوات المسلحة السعودية وهو ما حدث في عملية اغتيال عبدالرشيد لخاله العقيد راشد الصفيان قبل أن يفجر نفسه عند نقطة تفتيش أمنية في الرياض عمليات مماثلة شهدتها مدن شرق المملكة كالقطيف والدمام فخلال أقل من شهر استهدف مسلحون أربعة رجال أمن من منسوب الشرطة وقوات أمن المنشآت هذه العمليات تأتي كمحاولة يائسة للرد على نجاحات الأمن السعودي المتواصلة في إحباط عشرات العمليات الأخرى والإطاحة بعناصر هذه الخلايا قبل تنفيذ عملياتهم ماجد إبراهيم العربية